اشتركوا في القناة اشان يصلوا بكل فيديو جديد عن Free Fire ويا اصدقائي المصابقة لعثلت Fire Passات باقي عليها 3 ايام رح احكي عنها المصابقة بنهاية الفيديو اللي حاب يعرف شوية ويشارك فيها تابع الفيديو للنهاية وبنهاية الفيديو ان شاء الله رح احكي عنها شو رح يكون فيديو اليوم يا اصدقائي فيديو اليوم رح يكون على سكنات مقاتلين رانكا روك او مي جود شو هاد الاسم رانكا روك اوكي على كل حال يا اصدقائي نزل اسكنات جديدة سكلا الشاب وسكلا البنت طبعا هدول اسكنات من تصميم شركة رانكا روك طبعا هاي الشركة هي شركة للتصاميم يعني بتصمم اسكنات بألعاب وهيك وهاي الشركة تعاقدت مع شركة جارينا هاد الشي اللي صرحوا فيهم مع حسابهم الرسمي بانستجرام وانه يعني خلص تعاقدوا مع هاي الشركة وراح تصير تنزل اسكنات جديدة ورهيبة من تصميم هاي شركة رانكا روك فطيب اصدقائي عكل حال اسكنات مقاتلين رانكا روك اصبح متاحة الان او مي جود صار المتاحين الان يا اصدقائي اوكي وفي عنا هون ادر العجلة تمانية مرات واحصل على كل الجوائز التي من بينها حزمة مقاتل رانكا روك من الممكن ان تحصل على الجائزة من اللفة التانية اوكي كاتمينها صغيرة عشان ما حدا يشوفها ولكن انا شفتها هاد الشي مش مظبوط يا اصدقائي ما في حدا رح يحصل عليه من اللفة التانية اوكي فطيب رح اشرح لكم الموقع السريع اصدقائي مع منه ما هبدو شرح يعني هاي الاشياء اللي موجودة بالموقع في عنا هون الجوائز الكبرى واللي هما سكنات الرانكا روك سكن الشاب وسكن البنت يا اصدقائي هما باقي الجوائز مثل ما انتم شايفين ثلاث بطاقات دايمند رويل البطاقات مكينة الاسلحة في عنا بقجات اسلحة وبقجات طبع اسكنات واشياء مثل غولد ومشتاقات الغولد اوكي طبعا حلو بالموضوع يا اصدقائي انو بنقدر نشيل غرضين من هادول الاشياء غير ضروريين يعني اي شي نحنا ما بنحتاجه بنقدر نشيله يعني شيئين بس يعني انا شلت هادول البقجات يا اصدقائي لانو ما بدي ياهم وكمان رح اشيل البقجات تبع هاي تبع الكرتين اوكي بعد ما تشيل هادول يعني تسوي عليهم اكس اتنين بتيجي هون بتعمل تأكيد اذا عملت تأكيد ما فيك تتراجع بعدين ها رح نعمل تأكيد يا اصدقائي وانتشوف اوكي فأصدقائي هون متل ما انتو شايفين سعر اللفة الاولى تسعة جواهر ولكن هاد الشي ما بيضل تسعة جواهر يعني سعر اللفة الاولى اسم الاول تسعة جواهر اللي بعده بصير خمسين الثالث بصير مية مية وخمسين ميتين بيوصل للالف يعني ما بيضل تسعة جواهر كل سبن اوكي فطيب اصدقائي يلا خلونا نبدأ باول سبن يا اصدقائي بتسعة جواهر ونعطي تأكيد وتوكلنا على الله يا اصدقائي اوكي انا ما بتوقع مستحيل طبعا يعطوني سكن منهم اوكي بقجات لشدقان النار يعني هاد الشي واضح يا اصدقائي انه حض علي عمار عزائي المشاهدين فلا حدا يستغرب فطيب استعر سبن لي بعده يا اصدقائي صار تسعة واربعين جواهر مثل من انتم شايفين وكمان الشي الحلو بهذا الموقع انه الشي اللي بيطلع لك مرة واحدة بيصير هيك لونه رمادي يعني ما عاد يطلع لك مرة تانية مثل من انتم شايفين انه انا حصلت على البقجات طبع الشدقان الناري فصار لونهم رمادي يا اصدقائي انه هاي البقجات ما رح تطلع لي مرة تانية اوكي يلا ناخد سبن لي بعده تسعة واربعين جواهر اوه ما بعرف مستحيل من الممكن انتحصل عليه من اللفة التانية يعني اذا كنت مش علي عمر ممكن تحصل عليه من اللفة التانية طيب سبن الثالث بمية جواهر يا اصدقائي بتسعة وتسعين جواهر فا يلا نتوكل على الله وهي سبن الثالث واربعين جواهر يا اصدقائي طيب يلا تأكيد ونشوف سبن الرابع شو رح يطلعنا فيه بطاقات دايمندروي لا وبطاقات ممكنة الاسلحة طليعنا تهنيا لقد حصلت على بطاقات ممكنة الاسلحة طيب ميتين وتسعة واربعين سبن الخامس يا اصدقائي سبن الخامس ميتين وتسعة واربعين جواهر يلا تأكيد ونشوف شو رح أكيد البكجات هاي طبع الMP40 أو الدايمدروي أوكي البكجات طبع الMP40 فأنا بعرف والله بعرف قرينا يعني 400 جواهر سعر سبن السادس رح يتركوا لي سكنات كالعادة لآخر شي فطيب هلا رح يعطوني أكيد يلا تأكيد رح يعطوني بطاقات دايمندرويال خلص على السريع عطوني يا مريحوني أوكي ثلاث بطاقات دايمندرويال يا أصدقائي عن جد أنا بنتق الاسم غلط طيب 749 جواهر سعر سبن هلا ما بعرف أي سكن فيهم رح يعطونا يا أصدقائي يمكن سكن الشب أوكي آه سكن البنت طيب عطونا سكن البنت يا أصدقائي مثل ما انتم شايفين باقة عاشقة الدماء خلونا ناخد سكرين شوت أوكي وهيك حصلنا على سكن البنت يا أصدقائي وما ضل لعنا بالحدد كله مثل ما بيقولوا وما ضل بالميدان غير حديدة أوكي ما ضل غير هاد سكن تبع الشاب وسعر سبن 1099 جواهر فيلا تأكيد أوكي وهيك حصلنا على سكن تهنيا وهي سكرين شوت وباقة عاشق الدماء يا أصدقائي أوكي شوفوا الموقع صار مستخدم مفروض يكتبوا انه تم حرق للحدث يعني وطيب هيك حرقنا قبل حدث الجديدة يا أصدقائي وحصلنا على سكنات جديدة وخلونا نروح نشوف سكنات جديدة نجرب سكن الشاب وسكن البنت على السريع أوكي يا أصدقائي نروح لاندي الملابس وسكنات لازم تكون أوكي هالباكجات طيب هدهو السكنات والله شوفوا العرض يا أصدقائي أوماي جاد الدماج 23333 دمج الزومبي أوكي هاد سكن البنت نشوف العرض طبع سكن البنت أوكي ما عجبني كتير ما عجبني كتير يا أصدقائي فطيب دعونا أول شي نشوف سكن البنت أوكي رح نجيب شخصية بنت يا أصدقائي شخصية مين رح نجيب كالعادة شخصية كيلي أوكي فطيب هلا خلونا نروح نلبس سكنة جديد نلبس سكن البنت يلا شوفوا كاتبين عليهم اسم الشركة يلا سكرينشوت يا أصدقائي وهي سكن البنت جديد طيب والله هنجد السكن والله نجرب معه هاي الطاقية طبع الفيرباس القراصنة والله صار شي رهيب يا أصدقائي ببعرف شو لازم أغير كمان بسكن ما عجبني الشعر الأصلي اللي بيجي مع سكن صراحة تغيرنا الحداء يا أصدقائي أو لا والله سكن هيك كامل خرافي يعني بس انه غيرنا القبة حطينا الطاقية هاي طبع الفيرباس القراصنة والله صار رهيب وهي أحلى وردة أحلى أصدقائي فطيب هات كان بالنسبة لسكن البنت يا أصدقائي مثل من انتم شفتوا خلونا هلا نروح نرجع مرة ثانية لعند سكن أوكي لعند سكن يا أصدقائي ونشوف سكن الشاب نغير الشخصية رجع شخصية ألوك تعالي يا قلبي تعالي ألو أرد الشو أوكي فنشوف سكن لسه ما فتحناه هات سكن الشاب خلونا نفتح سكن كمان سكرينشوت على السريع يا أصدقائي هاي سكرينشوت أوكي ونلبس السكن على السريع طبعا شعر السكن ما عجبني أبدا يا أصدقائي شوفوا كيف يطلع هيك جوانح تبع خفاش أوماي جاد والله هاي التلتيمة اللي على الوجه رهيبة أوكي طيب رح نخلي التلتيمة اللي على الوجه يا أصدقائي بص رح نحاول نلبس شي تاني أوكي نجرب الجسم أوماي جاد شوفوا يا أصدقائي شو بيطلع من التلتيمة هاي طالع متل عشبة هيك من تمه أوكي طيب نجرب هاي 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 تبع السكن الحاضن يا أصدقائي والله رهيبة طالعا أوكي والله طالعا جدا نجد نايس يا أصدقائي بصراحة نغير الشعر الشعر ما عجبني صراحة ما عجبني كتير طيب الشعر هاي كويس ولكن نجرب هاي أوه والله كمان ما عجبني كتير فرح نجرب شي تاني يا أصدقائي نجرب الشعر الأبيض هاي كمان ما عجبني نفس الشعر الأسود طقي أوكي الشعر الأسود هاي رهيب أوكي هاي الشعر كويس مع الله هاي نجرب هاي طبع الحاضنة الرسمون الرسمين على الحيطان لا ما عجبني الشعر صراحة ولا شعر عجبني أوكي فوالله أصدقائي مع هيك كمان ما عجبني نجرب تبع فتاة الشوارع كمان ما عجبتني أصدقائي أوكي بطوقع أنه أحسن شي أصدقائي كان خرافي مع هاي التلتيمة واللي هو الطاقية طبع الفيرباس السادس هاي أصدقائي هاي عن جد عجبتني السادس أو السابع كان لا لا طبع الأرنق هاي 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 طاقية قدم الأحمر رح يطلع شي عن جد خرافي أوكي والله نايس يا أصدقائي بس الحداء لازم نغير الحداء ونشوف الحداء أكرمكم الله رح نلبس حداء ثاني طيب شو رح نلبس من الأحد يا أصدقائي نجرب يلا على السريع الحداء الأبيض هاي والله هيك طلع شي عن جد أسطور يا أصدقائي أوكي فعجد الشي الوحيد اللي عجبني مسكن يتعاقدوا مع شركات ثانية فطيب يا أصدقائي هات كان الفيديو لليوم وهي كانت سكنات الرنكا روك فبتمنى هذا الفيديو يكون نال عجبكم بتمنى تكون وما انسيت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة ده وان كنتم مشتركين تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن Free Fire ويا أصدقائي المصابقة اللي حكيت بداية الفيديو رح تكون على ثلاث فيربصات شروط المصابقة تشترك بالقناة على اليوتيوب تفعل جرس التنبيهات وتاني شارة تتابعني على الإنستجرام وهي أصلا المصابقة وأغلب المصابقات اللي أنا بعملها بتكون على حسابي على الإنستجرام ورابط حسابي على الإنستجرام رح تلاقوه تحت في صندوق الوصف في هاي المصابقة كمان كالعادة رح تكون ستوري فيه وإيديوك المتصر طبعا لازم تكون من أول يشوف الإيديوك المتصر عشان تقدر تاخدهم وتشارك بعد ما يمطلق الروم رح نقول واللعب رح يكون على المراكز الأولى المركز الأول والتاني والتالت هم اللي بكونوا الفائزين ولكل أسطورة فيهم رح حلوا الفير بإذن الله فطيب أصدقائي هاي هي كانت المصابقة كنتو حابين تشاركو فيها فمرة تانية رابط حسابي على انستغرام تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكش وصدقائي لأيكم مكون وصلنا نهاية الفيديو كان معكم علي عمار واشوفكم إن شاء الله على خير اشتركوا في القناة